بسم الله الرحمن الرحيم متى أخو؟ الحج طيب الذين استدلوا بفلب بن عمر مع الأسف توسوا وقال خذ في الحج وغيرها والاستدهال يجب أن يكون مطابقا للدليل من بقيته؟ تثبت هذا عنه؟ ومرض مصنف بهذا الشيء ما أكثر الضعيف فيه ولنتنزل معك إلى بعد الحدود نقول صحى عن ابن عمر أنه يأخذ من لحجته في الحج وغير الحج وعن نبيه هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحة وهل قال ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة؟ نعم؟ طيب بما لا تحج ربك يوم القيامة والله يقول وأيوم النادين فيقول ماذا أجبتم؟ المرسلين بماذا تقول؟ تقول الله أنا سمعت أن ابن عمر أو ابا هريرة وغيرهم من الصحابة فعل هذا ما تستطيع أعرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسعدها ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك وأن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعادل قول الرسول وقول الله وقول رسوله بقول هذين الإمامين الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام فيهما اقتدوا باللين مبادئ أبي بكر وعمر وقال أن يطيع أبو بكر وعمر يرشبه أفهمت؟ خذ هذه قادة عندك لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعضرنا فيه كما عذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في ميناء وهذه دعها قائد عندك أي إنسان خالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله الحمد لله رب العظيم وصلى الله وسلم نبي محمد وعليه وصحبه أجمعين